اشتركوا في القناة وسيدنا كان بغي يخصص هذا الاجتماع أساساً للقضية الإشكالية دي الماء في الشمال علماً بأنه كين برنامج كله تتوجد على المستوى الوطني بالنسبة للشمال بتابعة الحال تعرفوا حد نمو اقتصادي نمو عمراني كبير جداً من القيادة دي سيدنا اللينصرو كانوا حد العدد دي المشاريع كبيرة بتابعة الحال السؤال متروح على التزويد بالماء في السنوات المقبلة يمكن نقول لك نعطيك واحد الرقم مهم جداً بالنسبة للشمال أننا ما بين السدود اللي تانبنيوا والسدود اللي غانبنيوا يعني في السبع سنوات المقبلة حنا تنتكلموا تقريباً على واحد سبعتاشر المليار دي الترهم غادي هات السدود من طنجة اللي وجدا يعني يقع الأحواض دي الشمال هات السدود هاتي فيها التعليا دي السدي محمد الخاميس اللي غانوصلوه المليار فيها السد ديال غيس اللي غايكون في الحسيمة فيها السد ديال مارتيل اللي تقريباً سالة فيها السد ديال خرب اللي غايسه لي وهات السدود كلها شنو اللي غايكون يعني اللي بغيتي تقول لها بارل ديالها هو السد اللي بغي سيدنا الله ينصره يكون هو السد اللي غايكون في ابني منصور هذا السد كبير جداً اللي غتوصل لحد الأدنى يعني الحقينا دياله اكتر من مليار للأمطار المكعبة في واحد المنطقة اللي هي من المناطق اللي تتعرفتها هو طول أمطار بشكل مستمر في السنة تتوصل حتى الـ 1600 مم في السنة وهذا واحد السد اللي غادي يمكن شمال كله العشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين سنة المقبلة النوم يكونش عنده إشكالية في الماء وبطبيعة الحال باش هاد الشي هذا يواكب تطور العمراني تطور الصناعي، تطور السياحي وكذلك تطور الفلاحي اللي كان في واحد العدد مناطق ديال الشمال إذن هي استراتيجية كان ركزها جالد الملك وصينها وخرج هذا الوجود الآن هذا المجال ديال ما من المأجلات اللي عندها حساسية كبيرة مش فقط على مستوى المالكة المغربية، كان على مستوى الدولي كان واحد العدد ديال الإشكالات وطلحت أنه كان واحد العدد ديال المؤتمرات اللي تدار حول هذا الموضوع آخر المؤتمر اللي كان في قصة طريقة ليدرت الأمم المتحدة جالد الملك لله ينصروا هذا الموضوع ديال ما تيتابعوا مش غير بشكل عام، لكن تيتابعوا بالتفاصيل دياله كون جالد الملك تيركز بتابعة الحلال للشمال باعتبار أولا أن هذه منطقة مهمة جدا المستوى النمو الاقتصادي لكن هذا ما تيعنيش أن المناطق الأخرى غير مأخوذة بعين الاعتبار لأنه في البلاغة ديال الدول الملكي جاب أنه سيكونوا اجتماعات أخرى اللي ستخصص ما نسميه بالبرنامج الأولوي اللي سيغطي المملكة المغربية كلها على مستوى السدود وعلى مستوى تثمين الماء وعلى مستوى التزويد بالماء في العالم القاروي على وجه الخصوص نعم كان المغرب له مشاركة مؤخرا في كوستاريكا وكنت وحاضر أنتم ترسوا الوفد المغربي ما هي أهم التوصيات أو أهم النقاط التي تناقشت في هذا المؤتمر؟ سيشاكر هذا السؤال مهم جدا لأن قبل قلت لك بأن هذا المسألة الماء هي تتشكل قلق على المستوى الدولي دالي عندك شيء أنه كان هذا المؤتمر دي الكوستاريكا اللي تكلمت عليه وغيكون واحد المؤتمر دي الباريس في الأيام المقبلة وغيكون واحد المؤتمر في بودابست كلها تتكلم على إشكالية الماء لأن حتى هذو اللي عندهم الوفرة دي الماء معها التغييرات المناخية والإشكالية دي لها ما تعرفوش ما الذي سيقع في السنوات المقبلة فبالتالي إحنا بالنسبة لنا هذا الموضوع هذا في ما قدمناه في كوستاريكا تعطينا تجربة دي المملكة المغربية لأنه الماء في المملكة المغربية سياسة عمومية إحنا وصلنا الآن تقريباً 100% دي التغطية بالماء الشارف على مستوى المدن فيها 97% إحنا لغاكوردومو أنديفيديوديال عدنا في العالم القراوي حوالي 97% ولكن الراكوردومو أنديفيديال بقي عدنا فيه جهد لأنه حوالي 40% وهذا المؤتمر اللي كان في كوستاريكا ركز على الماء وركز على التطهير ستكتعرف بأن حوالي 900 مليون دي الأنفس المستوى العالم ما عندهاش وصول إلى الماء الصالح للشرب وكانت تقريباً 5500 تيموتوا يومياً فيهم حوالي 700 دي الأطفال تيموتوا لأنه ما كانش الماء الصالح للشرب تجربت نحن اللي قدمناه أشهد بها كل وزراء الأفريق اللي كانوا حاضرين لأنها تجربة عمومية ستون بوليتيك بيبليك اللي فيها واحدة العدد دي المتدخلين وطبع الحال فيها التوجيهات دي الجلالة المالك وحنا نصفون دي كليني غيتي تقول عطينا البرنامج دينا للسنوات المقبلة وهذا أشهد به البوروندي وسيراليون وكوديفار وحنا المجموعة دي الدول اللي كانت حاضرة عندما قدم المغرب تجربة دياله هذه الإيجابيات ربما ستنفع المغرب وستنفع البلدان الإفريقية أعتقد أكيد لأنه احنا الموضوع اللي شرحنا أكدنا عليهم زيان هو أن فاتش دلماء ما تنتكلموش على إجراءات جزئية تنتكلمو على سياسة عمومية اللي خصها أولا تموي خصها برنامج خصها خبرة وخصها موارد بشرية وخصها تكون متلأمة مع الأوضاع ديال القارة الإفريقية لهذا واحد العدد ديال الدول من اللي اندخلوا تكلموا أساسا على الجربة المغرب تقولوا احنا هذا النموذج للملكة المغربية بغينا أننا يمكننا أن نديروه في بلادنا فبطبيعة الحال نحن مستعدون لأننا على كل حال أنت تتعرف بأن الجربة ديال الملكة المغربية في السدود تعود إلى هذا الحسن الثاني اللي أرحمه والمغرب يكتسب فيها الجربة ونقول لك وهذه من الأمور الأساسية أن ما نقوم به على مستوى السدود مئة في المئة شركات مغربية مئة في المئة مكاتب دراسات وخبرة مغربية مئة في المئة ديال المهندسين المغربية وهذا ما كانش يمكن يتمل وكان ما كانش ناش بدين احنا هاد التجربة هادي منذ عشرات سنين ترجمة نانسي قنقر